هذا المقاتل تعهد بعدم حلاقة شعره إلا في صنعاء ليصبح علامة فارقة لكتيبته التي تعسكر في مديرية ميدي الساحلية أنا قطعت على نفسي عهدا لن أحلق شعري إلا داخل العاصمة اليمني صنعاء بإذن الله إن شاء الله ما هي إلا يام قليلة وسوف نكون في معافظة الحديدة معنويات الجيش اليمني تترجمها تصريحات الجنود على خط النار الإعلام الحوثي كذب ورب البيت كذب نحن في ميناء ميدي وأيضا في ميدي وفي حرض وغدا إن شاء الله سنكون في الحديدة وبعد غدا سنكون داخل صنعاء وجبال المران ستسقط بإذن الله على أيدي هؤلاء الرجال إعلامهم كذب وكل ما يقولون هو كذب هي شلة حوثية قليلة لكن بإذن الله عز وجل سنستثهم من عروقهم بإذن الله عز وجل وسيكون النصر قريب على أيدي هؤلاء الشباب جميع محافظة الجمهورية ينتظرون الأبطال لدخولهم هم تحت رهن الإشارة لينتفضون بمعركة ضد الطائفية الحوثة والعوافش الإنقلابيين المعارك النهارية على حدود الأحياء الجنوبية لمديرية ميدي تدار بالأسلحة الخفيفة في إشارة إلى قرب حسم المعركة من مديرية ميدي محافظة حجة محمد العرب